الحمد لله عبد العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه دار إلى يوم الدين وبعد فعندما نتحدث عن العلاقة بين الإيمان والعلم نجد أنها علاقة تكامل ولا يمكن أبدا أن تكون علاقة تناقض أو تضد وخاصة فيما يتصل بقضية الأغذب الأسباب فالعلم يدعو إلى التخطيط والسعي والأغذب أقصى الأسباب والإيمان كذلك يدعو إلى العلم وإلى السعي وإلى الأغذب أقصى الأسباب يقول الحق سبحانه وتعالى فمشوا في مناكبها حديث عن الأرض وكلوا من رزقه وإليه النشور ولم يقل أقعدوا وسأتيكم الرزق وإنما دعانا إلى السعي حتى في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا ندي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وكان سيدنا عراك بن مالك يفعم هذه الآية فهما دقيقا فأذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا فإذا قضيت الصلاة وقف على باب المسجد وقال اللهم إني قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانطلقت كما أمرتني فارزقني وأنت خير رزقين وعندما تحدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن التوكل قال لو توكلتم على الله حق التوكل لعزقكم كما يعزق الطيعة تغدو خماصا وتعوح بطانا فهي تذهب وتجيء وتسعى ولا تنلس في أماكنها فالغضو والرواح ساعي وأخز بالأزباب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداو عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء إلا الهام أي الشيخوك عندما يعني يصل الإنسان إلى كبر السن دعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأغزب الأزباب وهنا نقول نأخذ بالطب والفقه نأخذ بالدواء والدعاء نأخذ بالأزباب ونضع إلى الله أن يعمل الأزباب في مسبباتها نأخذ بأساليب العلم بالتخطيط وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم عزقني وقد علمتم أن السماء لا تمطع زهبا ولا فضة ويقول الشاعر لم طاء أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذعة تصاقط الضطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سببه فديننا قائم على السعي والأغزب الأزباب ولكن إياك أن تظن أن الأزباب تؤدي إلى المسببات بطبيعتها إنما تؤدي إلى المسببات بإعمال الله للأزباب وإجاءه للأزباب على مسبباتها فالدواء مطلوب أن تسعى وأن تتداوى وأن تأخذ بالأزباب ولكن الدواء يعمل نتيجته بإعمال الله له فمن شأن السكين أن تزبح ولكنها لم تزبح سيدنا إسماعيل عليه السلام ومن شأن النار أن تحرق ولكنها لم تحرق سيدنا إباهيم عليه السلام ومن شأن الحوت أن يهضم ما يبتلعه ولكنه لم يهضم سيدنا يونس عليه السلام فالأزباب لا تؤدي إلى المسببات بذاتها وإنما بإعمال الله لها بما يعني أننا يجب أن نعتمد على الله وأن نؤمن به وأن ندرك أن الأمر كله بيديه وأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون قل للطبيب تخطفته يدرد يا شافي الأمراد من أرداك قل للمريد نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافك الأمر كله في يدي من أمره إذا أراد شأن أن يقول له كن فيكون ولكن هذا لا يعني أن تتقاعس عن العمل أو تتقاعس عن التداوي أو تتقاعس عن الأغذي بالأسباب إنما عليك أن تأخذ بالأسباب وتوفيق الله لك في الأغذي بالأسباب فضل من الله عليك فالطالب عليه أن يجتهد في مذاكرته وأن يأخذ بالأسباب وأن يرضى بما قسمه الله له من نتيجة طالما أنه أغذى بالأسباب وعلى الفلاح أن يزع وأن يجتهد وأن يراعي زراعته ثم يفوض الرزق فيما يسمر وفي مدى الإسمار إلى الله عز وجل وعلى الصانع أن يجتهد في إتقان صنعته إلى أقصى ضاجة ممكنة من الأغذي بالأسباب ثم يترك رزقه إلى الله عز وجل لا تناقض على الإطلاق بين العلم والتخطيط والفكري والأغذي بالأسباب وبين حسن الإيمان وحسن التوكل على الله نسأل الله أن يزقنا حسن الفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته